نروح للنمسا ونشوف إيه الأخبار هناك وإيه الأوضاع معنا يعني يزيبنا العزيز فاروق صلاح من أرض الملعب وأثناء تدريبة الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي في هذا المعسكر فاروق صباح الفل عليك أنا مش هسألك أنا هسيب لك المايك قولينا اللي عنده كل طبعا في البداية برحب بك يا كريم برحب بك يا مريم وسعيد ومبسوط أنك موجودة يعني برفقة كريم وخطوة مهمة جدا إن شاء الله وأعتقد يعني من الأمور اللي بتبقى يعني أنا على مستوى الشخصي ببسعيد بها طبعا برحب بالناقض الرياضي الأستاذ محمد همام وبرحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا يا كريم احنا هنا من النمسا وبالتحديد المقاطعة اللي تبعد عن فيينا يعني بساعة ونصف النادي الأهلي بيؤدي المران الأول اليوم يعني بالأمس كان الفريق وصولنا إلى فيينا بعد رحلة طيران استغرقت ثلاثة ساعات ونصف كان الوصول لمطار فيينا ثم استقلال حافلة والتوجه إلى المقاطعة اللي بيقين فيها النادي الأهلي المعسكر لأداد للموسم الجديد أعيز أقول لكل اللي احنا لامسين وكريم يا مريم يعني منذ وصولنا بالأمس حالة الجدية والتفاؤل اللي احنا شايفينه عند اللعبين يعني اختيار المكان مكان موفق جدا تم اختياره طبعا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي وعايز أتكلم على الدور الإداري في النادي الأهلي دور مجلس الإدارة دور الكابتن خالد بي ومدير اللكرة كابتن سمير عدلي كابتن مرعب عزيز على تيسير كافة الأمور في وقت قصير جدا النادي الأهلي من فترة طويلة جدا ما خدش يعني معسكرات خارجية بهذا الشكل عايز أقول لك أن المكان كريم لو بتتكلم على المنتجة اللي بيقيم فيه النادي الأهلي طبعا واحد من أفضل المنتجات على مستوى العالم فيه أكثر من خمس ملاعب أربع ملاعب للنجيل الطبيعي وملعب ليه النجيل الصناعي بيحتوي على تلاتين حمام سباحة كافة غرف يعني تتكلم الأمور اللي بيحتاجها الفريق فيه الاستشفاء وعملية الريكوفري كلها موجودة بصورة يعني بصورة تقدر تقول غير موجودة أو غير مسبوقة في الشرق الأوسط أو في قارة أفريقيا فيه غرف للساونة كريم وحنا مستعودين للساونة بيه درجات الحرارة العالية ولكن هنا فيه وحدة ساونة مخصصة بالتلج وديه مش موجودة غير في مكانين في أوروبا أحد هذه الأماكن هو المنتجة اللي بيقيم فيه فريق النادي الأهلي الجانب طبعا وجود أكثر من صالة للجيم اللي للاعبين لأداء التدريبات البدنية طبعا هذا المكان كان مخصص أيضا يعني يا كريم ليه منتخب النمسا نظرا لعلاقة مستر مارسل كولر طبعا وأنه سبق أن تولى القادة الفنية ليه منتخب النمسا ده اللي سهل هذه الأمور وبالتالي اختار هذا المكان طبعا الفريق أدى بالأمس مران وحيد على ملاعب التدريب كان في تمام الساعة السادسة يعني الفريق أو اللعبين يعني فستطلع رأي كده بعد يعني على الطائرة مين النهاردة هيقدر يتمرن كل النعيب يعني المستر مارسل كولر والجهاز الطبي ليه لأرس الجهاز الطبي دكتور تامرة أبو العينيل لا إحنا كلنا جاهزين اللي نهاردة أن احنا نتمرن ده اللي إحنا لما سنمنا اللعبين يا كريم يعني اللعبين ما فضلتش أنها تريح أول يوم في الصفر لا قالت هنتمرن والنهاردة طبعا بدأ اليوم الثاني وهيكون الفريق هيخود التدريبين التدريب الأول زي ما أنت شايف في الصورة خلفنا الفريق بيؤدي تدريبه الأول اليوم هيكون فيه تدريب آخر في تمام الساعة الخامسة طبعا فيه تيسير كامل اللي بعثت للنادي الآلي كان فيه بعض أفراد الجالية المصرية اللي كانت موجودة في مطار فيه أن الاستبال فريق للنادي الآلي العيبة خلاص نسية البطولات اللي احنا خدناها الموسم الماضي خمس بطولات انت بتدافع عنهم السنة ده بيزيد من صعوبة الأمر أعيز أقولك اليوم النهاردة طبعا انطلق كان اللاعبون تناولوا وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة وعايز أوضح الموعيد شواء يا كريم التاسعة بتوقيت النمسا العشرة بتوقيت القاهرة درجة الحرارة بقى كريم زي ما أنت عارف أن هنا درجة الحرارة فيه النمسا تتراوح طبعا ما بين 30 ل 25 درجة ماوية بالأمس كان فيه سقوط للأمطار يعني أثناء أداء النادي الآلي ليه تدريبه الأول فيه تمام الساعة السادسة أمطار خفيفة فيه هوا يعني هوا مختلف انت عارف اللو اللغض هنا بيحيط كل مكان فيه المنتجع اللعيبة مركزة عندنا مجموعة من اللعيبة الناشئين بتظهر طبعا فيه لأول مرة الدور المهم جدا ليه كبات إن النادي الآلي قط اللبس ممثلة في الكابتن محمد الشيناوي كابتن رامي ربيعة والكابتن عمر السلية ودورهم مع اللعبين هما بيقربوا اللعبين تعارف طبعا إن فيه لعيبة بتنضم للنادي الآلي لأول مرة بتظهر فيه هذا المعسكر سواء إمام عشور أو اللعب ريدا سليم يكونوا موجودين دخلوا في الأجواء سريعا دور يعني كهربا إن هو دخل إمام عشورة على طول في الأجواء وشايفين سنائية ما بين إمام وكهربا يعني طول رحلة الطيران والقدوم إلى فيينا أيضا دور العلي معلول وكريستو إن هما دخلوا ريدا سليم في الأجواء في النادي الآلي فلي بيقدي تدريبه مستر مارسل كولر كلام وحديثه مع اللعبين عندنا أرقام عندنا بطولات موسم جاي صعب جدا عندنا كتير جدا من البطولات مطالبين إن إحنا نحافظ على بطولاتنا ومطالبين نحقق المزيد من البطولات أنا موجود طبعا مكا كريم موجود معاك يا مريم لو في أي استفسار أو أي تساوي فاروق أنا بس كنت عايزة أسألك سريعا يمكن كنا بنتكلم عن فكرة تأهيل المصابين في المعسكر واختيار كولر إن هو يأهلهم داخل المعسكر سواء السلية طاهر أو ياسر إبراهيم ولأنك طبعا في المشهد أكيد عايزين نعرف منك أكتر يعني وصلوا لإيه البرنامج الاستشفاء أو العلاجي اللي تم وضعه ودلوقت يعني يمكن وصلوا لإيه المراحل الأخيرة في هذه البرامج يعني خليني يا مريم أتكلم فهذه النقطة كان لها حديث طبعا مع الدكتور تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطب بالنادي الأهلي وقال لي طبعا إحنا استغلنا وجود المعسكر في بعض اللعبين طبعا اللي في المراحل الأخيرة من التأهيل في بعض اللعبين كان أثير بعض الكلام على إصابتهم لمدة طويلة كلام ده غير صحيح بالمرة بالنسبة لعمر السلية الدكتور تامر أبو العينين قال لي بس يعني إيجاد خفيف فيه العضلة الخلفية اللعب بدأ بالأمس لمرحلة التأهيل والنهاردة فيه المرحلة التأهيل وأيضا يعني خلال المرحلة يعني الكام يوم اللي جايين إن شاء الله يكون موجود فيه التدريبات الجمعية كان فيه جانب من البرنامج التأهيلي أيضا لخالد عبد الفتاح وإمام عشور كان بالأمس على هامش التدريب من النقاط المهمة جدا يا مارين بالنسبة لهذا الأمر إن الدكتور تامر أبو العينين إن شاء الله بالنسبة لي كريم اللعب كريم فؤاد وأكرم توفيق يتم عرضهم طبعا على الطبيب النمساوي على هامش طبعا معسكر النادي أهلي هنا في النمسا اللي كان أجرى جراحة الأرباط الصليبي سواء لكريم فؤاد أو أكرم توفيق لي خلاص يعني بيدي رأيه النهائي طبعا لنزول اللعبين طبعا للتدريبات الجمعية ويشاركوا بصورة طبعية دي من الأمور طبعا اللي بينصقها وتم الترتيب لها من قبل الدكتور تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبي كافة اللعبين فضل الجهاز الطبي إنه هما يكونوا موجودين سواء اللي في المرحلة الأخيرة من التأهيل إنه هما يكونوا موجودين حالة طبية الحالة الفنية حين لمسينا بطملك يا مريم بطم كل جماهير للناد الأهلي على الحالة الطبية لعلي العبل للناد الأهلي والدور والتنسيء اللي بيتم أيضا مع استشار التغذية الدكتور إهاب علي ودي نقطة مهمة جدا يا مريم دكتور إهاب في بعض الأغذية وبعض المشروعات بيتناولها اللعبوان في الرجل بالنسبة لي في التلات واجبات أو في فترة الإعداد بتعود طبعا فترة الراحة اللي كان حصل عليها للعبين طبعا اللعبين حصلوا على فترة طرحة تتجاوز العشرين يوم وبالتالي في بعض المأكلات بعض المشروبات بيتناول اللعبون هذه المأكلات والمشروبات عشان تعود فقد المعادن وفقد الأمور اللي تمت من اللعبين خلال فترة الأجازة لكن الأمور الطبية الأمور الفنية إن شاء الله أنا متفائل على المستوى الشخص يا ماريم المعسكر السنة دي إن شاء الله يبقى حالة إن شاء الله حالة يستمر عليها أداء لعيب للنادي آلي بالشكل اللي يليق بقيمة ومكانة للنادي الآلي ويحقق المزيد من البطلات لكل جماهيرنا العظيمة جماهير النادي الآلي وإحنا كمان من أسفايا بيك يا فروق ومفيدة للعيبة بالفعل وإحنا مش عايزين أكتر من كده إحنا منشكرك على وجودك معنا من خلال التغطية المتميزة دي كالعادة زمين العزيز فاروق صلاح من النمسا شكرا جزيلا نفس الصورة كاملة الحياة دايما يعني الزمين العزيز فاروق صلاح